قتل قائد عمليات قوات الدعم والإسناد التابعة لقوات الانتقال هي العقيد عوض السعدي وعدد من مرافقيه في محافظة أبيان وقال المصدر إن قوات موالية للرئيس هادي قصفت مواقع قوات الانتقال بجبهة الطرية بمحافظة أبيان بالصواريخ ما أسفر عن مقتل السعدي ومرافقيه ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وعرقلة الجهود التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية لتهديئة الأوضاع ووقف التصعيد في محافظة أبيان لإفساح المجال أمام تنفيذ بنود اتفاق الرياض وإعلان الحكومة الجديدة وهو الاتفاق الذي لا يزال حبرا على ورقا منذ أكثر من عام على التوقيع عليه